طيبة للأسرة من ناحية الأب والأم بتاع الطفل أن يكون فيه فقدان في السمع يعني من ناحية الأب والأم فيه حد في العيلة عنده فقدان في السمع أو كده أو أحيانا ما يكونش فيه حد في الأسرة خالص عندهم فقدان في السمع وللأسف بتجمع بعض الصفات المتنحية طبعا عندنا فيه صفات اللي هي الصفات اللي هي الدوميننت اللي لازم تظهر في كل جيل وفيه صفات متنحية الصفات المتنحية دي أحيانا تتجمع مع بعضها ويجي للطفل حظه أن صفاتين متناحتين يتقابلوا مع بعضه وظهر العرض أو ظهرت المشكلة في الطفل نفسه فده أول سبب إنه يكون أسبابه راثية السبب الثاني يكون الأم تعرضت لأي انفكشن أو أي عدوى أثناء فترة الحمل أو أثناء الولادة أو ما بعد ولادة مباشرة الطفل ممكن يكون تعرض للمشكلة دية زي ما قلت أثناء فترة الحمل أو أثناء الولادة أو ما بعد ولادة مباشرة السبب الثالث ممكن يكون أدوية أدوية معينة الأم تناولتها أثناء الحمل أو الطفل تناولها بعد الولادة مباشرة إذن نذكر سادة المشاهدين الكرام بأرقام التواصل معنا في هذه الحلقة طبعا للراغبين في المساعدة وفمد يد العون للطفل الراشد الذي يحتاج إلى زراعة قوقعة التواصل سيكون على 600-55-1600 إذن 600-55-1600 أو على رقم الموبايل 050-163-700-050-163-700 أو على رقم الاسم اس اللي هو طبعا الرسالة النصية 6686 إذن مشاهدين ومستمعين الكرام الطفل الراشد عمره سنة واحدة فقط يحتاج إلى 140 ألف دهم لزراعة القوقعة دعونا نتابع ونشاهد هذا التقرير عن الطفل الراشد فقط 140 ألف درهم لا غير هي قيمة تذكرة الدخول إلى عالم الصوت لهذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ من العمر سوى عام واحد لأنه فاقد للسمع منذ الولادة ولم يتعرف قط إلى هذا العالم المجهول كليا بالنسبة إليه وكأنه في عالم آخر غير الذي يعرفه جميع الأطفال في مثل عمره عالم اكتفى فيه بقراءة لغة العيون التي وجد فيها بعض التعويض عن حسة السمع التي لا يعرفها وقت ولد راشد وفرحنا كثير فيه وهو أول ولد بس بعدين بعد فترة من ولادته شهرين ثلاثة شهور تقريبا حسنا فيه مشكلة فيه سمع يعني ما كان يستجيب للأصوات العالية يشغل التلفزيون ما يندار على التلفزيون لو نايم ما يصحى على الأصوات العالية فبدأنا نساوي له فحوصات ورحنا على مستشفى ساوينا له فحص فحص الأوديو وهناك تقريبا قالونا فيه مشكلة بس ما عرفوا شخصه المشكلة مزوض فكمان سوينا له فحص تاني هي فحص التخطيط في فحص التخطيط اكتشفنا أنه فيه مشكلة عنده في الخلايا الحسية وتقريبا يعني فائد السمع في الدانتين ووجهونا أنه لازم تساوي له عملية زراعة القوقعة وهي العملية إن شاء الله بإذن الله أنه اكتشفنا الإصابة تقريبا تعدبر يعني بعمر سنة كتير كويس العمر هذا بحيث تساوينا له العملية هلأ حاليا أنه ما منضطر يدخل أي مدارس خاصة فهو ممكن تساوي العملية هلأ يدخل في المدارس العاديين ودارس الناس اللي بتسمع طبيعي وبتحكي طبيعي وبإذن الله ما بيتأثر حتى النطق في الموضوع لذلك وجهونا في محاولة الإصراع في العملية قدر المستطاع إن شاء الله يمشي راشد اللي اسمه لابني راشد يمشي في المدارس الطبيعية إن شاء الله بإذن الله وما يتأثر أبدا هذه الإصابة على حياته في المستقبل بإذن الله رب العالمين لم يكن في حسبان هذا الوالد الشاب وهو يستقبل مولوده الأول أن يكون ولده على هذا الحال الأمر الذي أثر وبشكل كبير على حياته فأصبح همه الوحيد وأمنيته الكبرى علاج صغيره حتى ينعم بحياة سعيدة مثله مثل الأطفال الأسوياء وما يحول بينه وبين تحقيق أمنيته هذه رقم كبر أمام إمكانياته وسغر أمام عطائكم وسخائكم وكرم أيديكم البيضاء ما أجمل ضحكة راشد حقيقة بهذه الضحكة الجميلة البريئة انتهى التقرير ولكن طبعا لن ينتهي مستمعين ومشاهدين الكرام نداؤنا إليكم جميعا بأن تمدوا يد العون ويد المساعدة لراشد راشد الذي فقد نعمة السمع هذه النعمة العظيمة هذه النعمة التي هي من أسماء الله الحسنى السميع البصير هذه النعمة التي إن فقدناها جميعا لن نستطيع أن نتفاعل أو أن نتواصل أو أن نواصل حياتنا بتوازن نتمنى منكم أن تمدوا يد العون لراشد 140 ألف درهم فقط هي التي تفصل بإذن الله تعالى راشد عن هذه الخطوة خطوة أن يكون مثل ومثل الأطفال الأسوية دكتور زراعة القوقعة في حد ذاتها هل هي عملية سهلة يسيرة مضمونة؟ هل أنه مباشرة راشد إذا تم إجراء العملية سوف يتمتع مباشرة بنعمة السمع؟ حاليا أصبحت سهلة جدا مقارنة بالوقت الماضي أصبحت سهلة جدا عدة أسباب رقم واحد الديفايس نفسه الجزء اللي هو يتزارع نفسه أصبح أصغر كثير من الأول التغدير أحسن من الأول العملية مثلا الأول كانت ممكن تستارق أربع ساعات حاليا بالتكنيكس الجديدة أو الحاجات التطورات الحديثة نعم قاطعك دكتور معلش وصلنا إلى حد الآن مشاهدين الكرام سبعين ألف درهم لراشد سبعين ألف درهم إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا أرحم الراحمين طبعا ما تبقى كثير عن المبلغ حقيقة يعني نص المبلغ يعني هو مش كثير سبعين ألف درهم أخرى وبإذن الله تعالى راشد بفضل الله قبل كل شيء وبفضل أيديكم وبفضل مساعدكم بإذن الله بيرجع وبيعود وبيسمع أبوه ويسمعنا ويسمع الجميع وإن شاء الله تكون أيديكم أنتوا كمان كأطباء أيدين خير عليه وتساعدوا بإذن الله أنه يستمتع بهذه النعمة إذن تبقى عن المبلغ سبعين ألف درهم أليس كذلك أخي أحمد سيد أحمد سبعين ألف درهم نعم باقي سبعين ألف درهم إذن فضل دكتور فالجراحة أصبحت سهلة بتصارغ تقريبا ساعة ونص الجراحة كلها بعد الجراحة على طول ممكن بنصبر يعني في الجراحة بيركب طبعا القوقع عبارة عن جزئين جزء خارجي وجزء داخلي جزء الداخلي بيتم زراعته أثناء العملية بعد كده بعد العملية بمضت مثلا أسبوعين لما الجرحة بتاع العملية التائم ممكن بنركب الجزء الخارجي ويبدأ الطفل يسمع مباشرة نعم جميل أذكر سادة المشاهدين الكرام طبعا بالنسبة لسادة المشاهدين والمستمعين اللي يبون يساعدون راشد عبر الاسمس اللي هو 6686 بعد ما دق هذا الرقم 6686 مباشرة رقم واحد يعني كتابة رقم واحد اللي هي حالة راشد إذا 140 ألف درهم فقط يحتاجها راشد لزراعة القوقعة طيب دكتور هل القوقعة أو فقدان السمع عند الأطفال حقيقة منتشر؟ هل بات ظاهرة مثلا طبية إذا جزل التعبير؟ ومنحة للتشارف هو منتشر يعني نسبة ضعف السمع في الأطفال المولودين تقريبا ثلاثة في الألف ثلاثة في الألف تعتبر نسبة عالية يعني كل ألف مولود منهم ثلاثة فبيسمعوش عشان كده دلوقتي عملنا برنامج تقريبا يعني شبت نتم تعميم وعلى مستوى الإمارات كلها أن الطفل مباشرة بعد ولادة بيتم فحص السمع بتاعه فحص روتيني يعني سواء أن الطفل كان فيه مشكلة أو مشكلة بيتم فحص السمع بتاع الطفل روتيني ونشوف إذا كان بيسمع أوكي تمام يعني بنطم من الأب والأم ويروح البيت والموضوع بينتهي إذا لقينا فيه مشكلة بنيبعد طبعا يعمل فحص سمع تفصيلي بحيث أن احنا لو فيه مشكلة يتم تداركها من مبكرا جهاز السمع والنطق جهاز حساسي بدولي ولذلك كناك تخوف من الأطباء دائما من فقدان يعني من ناحية التشخيص تقصود حضرك التشخيص بتاع السمع من ناحية التشخيص ومن ناحية أيضا الخوف من أن يكون فيه مشكلة طبعا لذلك من الحواس الخامسة الأساسية يعني السمع والبصر من الحواس الأساسية اللي ربنا خلقها نعمل الإنسان عشان يقدر يعيش حياة طبيعية وربنا طبعا تسبق السمع عن البصر في القرآن في أكثر من موضع لأن مشكلة السمع دائما ببقى فيه مشكلة ببقى فيه إعاقتين مش إعاقة واحدة ببقى فيه فقدان السمع وفقدان النطق يعني ببقى أصم وأبكم إنه مشكلة ضعف البصر مجرد أنه ما بيشوفش أعمى فموضوع السمع طبعا أضق كثير جدا من موضوع البصر أذكر سادة المشاهدين الكرام راشد طفل عمره سنة واحدة فقط يحتاج إلى زراعة قوقعة محتاجين 140 ألف درهم حققنا بفضل الله وبفضل أهل الخير 70 ألف درهم إلى حد الآن محتاجين بقية المبلغ إن شاء الله أنه يعني يتمكن راشد أنه هو يزرع القوقعة ويتمكن من التواصل ويتمكن أنه هو يستمتع بهذه النعمة هذه أيام مفترجة أذكركم مشاهدين الكرام وهذا البرنامج برنامج إنساني وبرنامج خيري وأذكر الجميع بأنه يمكن أكثر الفترات التي نتمناها ونتمنى أن نفعل فيها الخير هي هذه الأيام اللي هي العشرة عشرة حد الحجة وإن شاء الله تكون في ميزان حسنات الجميع يا أرحم طيب هل هناك ضمان دكتور أنه بعد ما يزرع القوقعة راشد سوف يسمع بشكل يعني كامل هو الضمان بيعتمد على عدة عوامل نعم بيعتمد على التقييم الصح من الأول تقييم الطفلة تقييم سمع صح ومعرفة إذا كان فعلا محتاج قوقعة أو مش محتاج زراعة قوقعة هل يترى مثلا يتم الضعفة السمع يتم علاجه عن طريق سمعات طبية وطريق ذراعة قوقعة هذا طبعا طرح قرار ليس طرح قرار سهل ويعتمد على عمال فحصات سمعية كتيرا وفحصات دقيقة جدا يعني بعد العملية بعد يوجد فحصات أخرى ثم تكون لا قبل العملية المهم الذي هو فحصات من قبل عملية تقييم أقصد التقييم بعد العملية التقييم بعد العملية هنا في فحصات قبل العملية لا يեكل طف inaugural هل ينفعل زراعة قوقعة التنسون يعني دي أساسية وبعد ما يعمل العملية ببقى فيه تقييم سمعي آخر عشان يشوف الطفل استفاد من القوقعة لزراحة ديت ولا لأ نزيل احنا وصلنا 72 ألف درهم مشاهدين الكرام إلى حد الآن 72 ألف درهم لراشد اطمأن يا أبو راشد إن شاء الله ابنك البكر بإذن الله تعالى بيرجع له سمعه وبدأ استمتع شوفوا يعني هذه ابتسامة الجميلة ابتسامة راشد شوفوا كيف الأب سعيد مع ابنه طبعا وسعادته بإذن الله بتكتمل أكثر وأكثر عندما يتفاعل معه ابنه ما أجمل أن ينطق هذا الابن كلمة بابا أو ماما ويسمعها الأب ويجيب على ابنه طبعا نحن نتمنى من حضراتكم أن تساعدوا هذا الطفل البريء وهو مبلغ كما أشرناه مبلغ بسيط حقيقة لكن بيكون أيضا كبير جدا في ميزان حسنات الجميع بإذن الله وجميع من يسعى لفعل الخير أذكر حضراتكم بأرقام التواصل أو أرقام اللي من خلالها ممكن تساعدون فيها الطفل راشد 6-0-0-5-5-1-6-0-0 6-0-0-5-5-1-6-0-0 أو 0-5-0-1-6-3-7-0-0 إذن 0-5-0-1-6-3-7-0-0-0 أو على السمس 6-6-8-6-6-6-6-6-6-8-6 ومباشرة بعد السمس رقم واحد اللي هو حالة راشد إذن نحن بانتظار تبرعاتكم 72 ألف درهم وصلنا إلى حد الآن نتمنى أنه في الجزء الأول من حلقتنا كون غطينا المبلغ 140 ألف درهم فقط يحتاجها هذا الطفل البريء طيب دكتور طبعا الطفل ينمو هل هناك علاقة بين النمو والقوقعة المزروعة يعني هل القوقعة سوف تتأثر إيجابا أو سلبا مع النمو أو أن تتأقلم مع الجسم لا القوقعة تتأقلم مع الجسم يعني الطفل من ساعة ما يزرع القوقعة وتبضل مع طول حياته يعني ما فيش حاجة معينة نقول إن بعد عمره معين القوقعة ده يتم إزالتها ويتم زرعة قوقعة تانية أو شيء تاني يعني القوقعة من ساعة ما الطفل يتولد إلى العمر المديد يعني لو حتى ما يزبع عمره خمسين ستين سبعين سنة وهي نفس القوقعة طالما ما شغالها كويس ودنا ما شمعها كويس ما بنضطرش أننا نغيرها خالص نعم طيب وذكر حضرتك مرة أخرى قبل ما نطلع فاصل بأرقام تواصل في هذه الحلقة طبعا مستمعين ومشاهدين كرام 600551600 600551600 الطفل راشد يحتاج مساعدتكم أو على 0501637000 أو على الاسمس خدمة الرسائل الناصية 6686 مشاهدين ومستمعين الكرام الطفل راشد بحاجة ماسة أن يسمعنا كما تسمعوننا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام ومستمعين العزاء إلى هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل نحن بحاجة إلى نساعد راشد راشد طفل عمره سنة واحدة يحتاج إلى 140 ألف درهم يا أهل الخير يا أهل طبعا المساعدات الطيبة محتاجين منكم بقية المبلغ 72 ألف درهم وصلنا إلى حد الآن محتاجين ما تبقى من المبلغ 140 ألف درهم لزراعة القوقعة لراشد كما شاهدنا في الدقير قبل قليل الأب يقول بأنه لم تكتمل فرحته بطفله الأول البكر قيمة السمع دكتور طبعا قيمة السمع قيمة عظيمة يعني زي ما ذكرت من شوية الطفل عشان يطلع طبيعي لازم يكون بيسمع يعني اللي عنده إعاقة بصرية ممكن يطلع عالم اللي عنده إعاقة بصرية ممكن يطلع عالم إنما اللي عنده إعاقة سمعية تحصيد بتوع صعب جدا لزي ما ذكرت من شوية الإعاقة إعاقتين إعاقة سمعية وإعاقة نطقية ما راح يكون في المدخلات لا طبعا ما فيش وبعدين الطفل راشد برضو الميزة بالنسبة للعمر العمر بالنسبة له ideal أو عمر نموذجي لزراعة القوقعة يعني زي راشد دلوقتي اللي عتعمله زراعة القوقعة على طول في السن ده بيطلع طفل شبه طبيعي يعني بيطلع طفل شبه طبيعي بيبدأ يتكلم على طول بيدخل مدارس عادية والتحصيل بتاعه يعني تحصيل طبيعية مية في المية نعم نعم يعني مباشرة بمجرد دخوله للمدرسة التحصيل يكون طبيعي طيب دكتور طبعا نحن نشوف طفل راشد نحن على الهواء مباشرة معنا الآن ونرى تلك تلك الوسيلة التي يعتمدها كتواصل مع والديه إلى أي مدى ممكن أن تستغرق العملية يعني كم مدتها مدت العملية تقريبا من ساعة ونصف إلى ساعتين من ساعة ونصف إلى ساعتين ويفضل الطفل في المستشفى بعدها لمدت يوم واحد وبعد كده بيروح البيت فقط يوم واحد يوم واحد عملية تعتبر عملية بسيطة معاشي زي الأول عملية بسيطة جدا يعني مش معقدة على حقيقة عملية بسيطة ممكن أن ترجع الحياة وترجع هذه الحاسة إلى الطفل مشاهدين نحن بحاجة لبقية المبلغ مبلغ معلش يعني أنا أكرر يمكن وأعيد وأزيد وأكرر لأنه فعلا نحن بحاجة أن نسارع من أجل مساعدة هذا الطفل هذا الطفل راشد عمره سنة واحدة فقط بأيدينا كلنا مع بعض بإذن الله نساعده حتى يستطيع أن يتواصل أن يسمع أن يحصل تخيل حياة الإنسان بدون سمع مجموعة متبرعين مجموعة متبرعين جزاهم الله خير حين تبرعوا ب 12 ألف إذن وصلنا المبلغ الكل 85 ألف إذن لم يبقى إلا القليل إلا القليل لراشد هذا الطفل محتاجي لمساعدتكم نحن أصلا إذا طفل من أطفالنا أصيب بحمة يعني نصهر طول الليل عليه ونكون في أضيق حالاتنا يعني ونشوفها أن هي قصة كبيرة فما بالك لو فقدان حاسة من حواس لله سبحانه وتعالى وهبها للإنسان أحنا فقط محتاجين 50 ألف لتبقى فقط 50 ألف محتاجين أن نسدد هذا المبلغ ونتطمن على راشد إن شاء الله ويدخل إلى غرفة العمليات ويطلع بإذن الله بإذن الله يطلع بإسمع مثل الجميع فعلا هي جزئية السماعة دكتور مهمة جدا يعني لأنه في نهاية الأمر لا يوجد إذا ما في سماعة ما في تحصيل بالصبت لا لا يعني ما بيكون في تحصيل حتى يعني التواصل البصري تمام ما بقاش كفاية طبعا ما بقاش كفاية مش كافي هو طبعا الطفل بيعتمد يعني بيعتمد في المعرفة على قراءة الشفايف وكذا بس ما تبقاش كفاية بالنسبة له طبعا للتحصيل الدراسي أو تحصيل المعلومات أو للذكرة بتاعته فدايما بقى فيه نوع من أنواع الطفل اللي هو ما بيتمش تصلح السماعة بتاعه بقى فيه نسبة من نوع تخلف العقل شوية أكيد طبعا طبعا يعني متأخر عن كل زملائه في السن متأخر في كل شيء نعم إذن نحن في الوقت ما بقول في الوقت الضايع بالنسبة لوقت البرنامج لكن بقول في الوقت الصحيح بالنسبة لعمر راشد في الوقت المناسب بنسبة لراشد راشد سنة واحدة فقط إذا راشد دخل بكرة بإذن الله تعالى يعني بكرة قزي في الغد القريب وأجرى هذه العملية بإذن الله تعالى سوف ينعم بالسمع بفضلكم بعد الله سبحانه وتعالى طبعا وبعد أيدي وسواعد الأطباء بإذن الله تعالى أنه راشد بيستمتع بنعمة السمع مباشرة بعد العملية إذن نحن محتاجين إلى 50 ألف درهم من أصل 140 أهل الخير تبرعوننا الآن 85 ألف درهم وذكر بأرقام التبرعات 600-551-600 600-551-600 ورقم الموبايل أو المتحرك الهاتف المتحرك 050-163-7000 إذن 050-163-7000 أو على خدمة الرسائل النصية الاسمس 6686-6686 وبعد ذلك طبعا يرجو الضغط على الرقم 1 اللي هي حالة راشد أذكر بأن هذه أيام مفترجة هذه أيام مباركة هذه أيام يستحب فيها فعل الخير هذه أيام نسعى كلنا إلى أن أو نبحث حقيقة بكل ما أتينا من قوة أن نفعل خيرا ما في مكانا ما مع شخصا ما لكن ها هو ذا الخير بين أيديكم مشاهدين الكرام ها هو ذا العمل الخير أو الفعل الخير بين أيديكم فسارعوا إليه وإن شاء الله بإذن الله سوف يكتب في ميزان حسناتكم وما أجمل أن نجعل راشد وأبو راشد وأم راشد ينامون هذه الليلة ليلة نومة هانئة وسعيدة ويدعونا لنا جميعا بالخير والبركة وبالصحة والعافية تبقى لدينا فقط عشر دقائق من وقت راشد أنا أتمنى قبل ما ينتهي العشر دقائق يكون سكرنا المبلغ 140 ألف درهم حصلنا منهم 85 ألف درهم معلش دكتور يعني أنا دائما أحب أن أعطي المساحة أكثر للمرضى أنت طبعا بتكونوا ضيوف كرام دائما في تلفزيون الشارقة وتبقى فقط 50 ألف درهم مستمعين ومشاهدين كرام مستمعي إذاعة الشارقة الكرام والخيرين ومشاهدي تلفزيون الشارقة ومشاهدين الذين حقيقة لم ولن يخذلون أبدا في هذا البرنامج طيب دكتور معلش أنا أريد أن نعطي توعية للسادة المشاهدين كرام توعية صحية في إطار فقدان السمع ما الذي يجب أن تتفاداه الأسرة من مسببات قد تؤدي إلى فقدان السمع لدى طفل ما لكل أب ولكل أم بعد ولادة طفلهم مباشرة إذا كان فيه أي تاريخ مرضي لفقدان السمع في الأسرة لازم يعملوا فحص سمع كامل للطفل إذا فيه تاريخ مرضي إنما والطفل لو تعملوا الفحص المبدئي بتاع السمع اللي هو النيونيتل هيرينج سكرينينج والطفل ما نجحش في الاختبار للمبدئ ده لازم يعمل فحص كامل بحيث إن لو فيه فقدان في السمع يتم تدركه يعني في أقرب فترة ممكنة من عمر الطفل نعم نحن نشاهد مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة الطفل راشد وهو يدعبه أباه الطفل ما شاء الله تبارك الرحمن يعني يحتاج في كامل حيويته في كامل عطاءه يرغب في التواصل من خلال الصورة نرى أنه طفل طبيعي 100% ولكن فقد للسمع يرغب في التواصل يرغب أن يوصل معلومة ما كلاما ما يعني بكل براءة لكن لا يستطيع أن يسمع لا يستطيع أن يأخذ من العالم الخارجي هو عايش في عالم آخر حاليا بدون سمع عفوا عايش في عالم آخر بدون سمع بالضبط فعايزين ندخلوا العالم بتاعنا اللي نسمع بي بالضبط يعني جدا سيء يعني الإحساس أن يعيش الإنسان في عزلة بدون سمع في عزلة في وحدة إعاقة كبيرة جدا إعاقة كبيرة إعاقة كبيرة جدا إن شاء الله يا ربي يخلص منها هذه الإعاقة بإذن الله تعالى بفضل كل من يسمعنا الآن وكل من يشاهدنا الآن طبقا مبلغ 50 ألف درهم فقط نحن بحاجة ما سألن نساعد راشد راشد عمره سنة واحدة فقط زراعة قوقعة مضمونة بإذن الله تعالى أن يخرج راشد مباشرة بعد العملية وهو يعني سوي يسمع يتواصل 140 ألف درهم فقط 85 وصلنا إلى أحد الآن وذكر بأرقام التواصل لمشاهدين ومستمعين الكرام 6-0-5-5-1-6-0-0 6-0-5-5-1-6-0-0 أو 0-5-0-1-6-3-7-0-0 0-5-0-1-6-3-7-0-0 أو على خدمة الرسائل النصية 6-6-8-6 وضغط مباشرة على الرقم واحد أذكر سادة المشاهدين الكرام بأن حتى لو كان المبلغ زهيد حتى لو كان المبلغ قليل لكن في نهاية الأمر سوف يعني ممكن أن نصل نكمل ونجمع المبلغ كم وصلنا أخوي حميد أستاذ حميد نعم نعم ما تغير إذن إن شاء الله يتغير بإذن الله تعالى قبل أن تنتهي الدقائق الأخيرة في الزمن الذي خصصناه لهذه الحالة طفل يحتاج إلى زراعة قوقعة يحتاج أن يخرج من العزلة يحتاج أن يكون معنا ويحتاج أن يفرح ويمرح ويتلقى ويتعلم ويسمع ويحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويرى العالم من خلال أذنه ومن خلال سمعه ومن خلال بصره نحن نسمعكم في بعض الأحيان سبحان الله نحن نرى بسمعنا ونسمع بعيوننا يعني سبحان الله لما تكون الحواس كلها مستخدمة مع بعض فهي سبحان الله تعالى تتداخل وتتناغم وتكون هارموني مع بعضها البعض لكن عندما يفقد سمع حاسة من الحواس يعني ثلاثة أربعة الدنيا تفقد حقيقة يعني الإنسان يعيش في عزلة كلية نتمنى من حضراتكم المسارعة ثم المسارعة في إنقاذ هذا الطفل والذي هو حقيقة يعني إنقاذه سوف يكون في الوقت المناسب بمجرد أن يدخل غرفة العمليات ويزرع هذه القوقعة يخرج معافة بإذن الله تعالى ويخرج ويسمعنا جميعا وصلنا 86 ألف درهم إن شاء الله بإذن الله بنسكر المبلغ أنا على يقين بإذن الله نحن بنسكر المبلغ 140 ألف درهم فقط محتاجين حوالي 49 ألف درهم ويكون المبلغ اكتمل وراشد بإذن الله بيسمع راشد كحالة حضرتك دكتور يعني أنت حضرتك طبعا شفت التقرير ما هو السبب الرئيسي لفقدان سمع راشد من خلال التقرير من خلال التقرير طبعا هو مش موضح أولا يعني ما لمش كل المعلومات المطلوبة أن الواحد يعرفها على أساس أن يقدر يحكم على الطفل إذا كان الفقدان هل هو وراثي هل هو نتيجة عدوى للأم أثناء الحمل هل هو عدوى للطفل هل هو الطفل تعرض لنقص أكسجين بعد الولادة هل نسبة الصفرة عنده كانت عالية بعد الولادة كل دي أسباب ممكن تكون السبب ورضع في السمع تمام يعني نوع السبب موجود هو في الآخر عنده فقدان في السمع وفقدان السمع ده ممكن يتعالج بزرعة قوقعة نعم فإننا في المرحلة دي ما يهمناش السبب أكتر من نحن نعالج الطفل نعم نعم طيب حقيقة نحن وصلنا للعدة تنازلي ولكن لازال الأمل قائما عدة تنازلي لتلقي مساعداتكم للطفل الراشد تخيلوا دائما أن أحد أحبائكم لا يسمعكم إن شاء الله طيب ما تعيشوها يا أرحم الراحمين لكن دائما حتى يشعر الإنسان بالآخر يضع نفسه ولو لهنيهات بسيطة في مكان الآخر يعني نضع أنفسنا في مكان هذا الوالد نضع أنفسنا في مكان والدة راشد التي لا يسمعها ابنها التي تريد أن تقول له أني أحبك يا أبني ولكن لا يسمع التي تريد أن توصل له معاني الحب والحنان والعطف لكن لا يسمع تخيلوا أحبائكم يعيشون هذه الحالة فبالتالي نحن حقيقة في أمس الحاجة بأن نشعر ببعضنا البعض وفي أمس الحاجة أن نمد يد العون لراشد راشد يحتاج فقط ما تبقى مبلغ 40 ألف درهم 40 ألف درهم هي مبلغ بسيط لكن بإذن الله سوف يكون كبير في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات أهل الخير ونتمنى أن هذا المبلغ يقفل ويتم ككاملاً 140 ألف درهم يعني 49 ألف درهم حقيقة مبلغ بسيط أخي حميد كم وصلنا؟ وصلنا إلى 90 ألف درهم باجة 50 ألف نحن من صبح نقول باجة 50 ألف وصلنا إلى 90 ألف باقي 50 ألف يعني أنا أحساباتي ما كان باقي 50 ألف 50 ألف درهم إن شاء الله في ميزان حسناتكم نتمنى أنكم تكملوها معنا أحد المتبرعين الكرام من أهل الخير من أهل النشامة أهل المرؤة أهل الكرم أهل الجود أهل الخير يتبرع لنا في 50 ألف درهم لراشد راشد محتاج فقط 50 ألف درهم لإجراء زراعة قوقعة أنا ما بيقولكم محتاجين 140 خلاص إحنا كاملنا 90 ألف وجزاهم الله خير أهل الخير اللي وصلونا 90 ألف نحن فقط بحاجة إلى 50 ألف درهم أتمنى أن لا تخضلوا لنا وتمنى أن تسارعوا وتساعدوا هذا الطفل المسكين حقيقة أنا لا أريد أن أقول طفل مسكين لكن هو طفل معزول طفل وحيد طفل يعيش خارج العالم طفل يعيش في قبوه الخاص يعني في عالم مصمت لا يسمع ويمكن يمكن لن يتكلم أليس كذلك؟ طبعا لا يسمع لا يتكلم فبالتالي طبعا لا لغة وصلنا درجة السمع عنده شديدة إلى عميقة يعني فقدان السمع عنده عالية جدا نعم فعمر ما يتكلم طبعا إلا إذا سمع ويسمع عن طريق زراعة القوقعة نعم أحنا حقيقة وصلنا إلى نهاية الوقت المخصص لراشد وصلنا فقط 90 ألف درهم كان بيودينا أحنا نسكر المبلغ براشد طبعا إحنا تبرعات بالنسبة للحالة الأولى والحالة الثانية إن شاء الله بندخل فيها في الجزء الثاني من البرنامج جعلنا حالة أخرى كان بيودينا أحنا نستكمل طبعا أثناء الحلقة إذا أحد يبغي يتبرع لراشد وأحنا بنكون في الحالة الثانية أهم بعد بنتقبل منكم أو بنستقبل منكم مكالماتكم ورسالكم النصية دكتور محمد فوزي أخي صايا أول أمراض السمع والتوازن شكرا جزيلا لحدثك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا رسائل الأعمال وإن تعددت لن تمنع النساء من التسوق بل ستطهر مدى صبر الرجال على تنمية أنفسهم ولهن تتمة الحديث ولن يحلو يوم جديد إلا في صباح الشارقة صباح الشارقة يأتيكم في الأوقات التالية حديثنا السحر الحلال وإذ التقينا نبوح بما لا يخطر على بال وعلى وقع اهتماماتك وتطلعاتك تدور حلقتنا الحوارية في دردشة نسائية حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام ونبدأ مع حالتنا الثانية ومباشرة شكرا